إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جرى مع قومه ما جرى وبنوا له بنيانا ليقذفوه في النار ماذا قال؟ قال إني ذائب إلى ربي سيحديد ذائب إليه وإلى ما أمر به في الشام ليترك العراق فدل على أن العبد بحاجة ضرورية إلى حدايته جل وعلا في كل شيء ولذا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر خائفا لا يدري أين يذهب ماذا قال عز وجل عنه؟ ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يأذيني سواء السبيل والحديث في هذا المعنى يطول لكن الشاهد من هذا أن من فطرك هو الذي يستشق العبادة وأن هذا الفاطر الخالق بيده الهداية